موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محددكم خالد الساحلي وواصل معكم تقديم سلسلة دروس تطوير أو استخدام أدوات الدكار الاصطناعي لتطوير مهاراتنا وأيضا لتحسين مواهبنا في سوق العمل دائما وابدت أقول أن الدكار الاصطناعي لن يحل محل العقل البشري أبدا لأن الإنسان المتعمق بالدكار الاصطناعي سيكتشف أن هناك أخطاء وضعف الدكار الاصطناعي لن يحل محل العقل البشري أبدا إنما الأشخاص يستطيعون استخدام الذكار الاصطناعي هم من سيحل محلك في وظيفتك وهم من سوف يسرقون بين قصين وظيفتك أو الكل هم خطوط أكثر في سوق العمل نحن هدفنا من هذا الكورس أن نستخدم كل أدوات الذكار الاصطناعي المتاحة لتطوير عملنا ولترقية شغلنا حتى نحصل على أكبر كم ممكن من العمل بجودة عالية وفي أقل فترة زمنية ممكنة. اليوم جايب لكم مش أدى إنما إضافة في جوجل. الإضافة هذي جدا مهمة وممتازة حقيقة يعني نعجبتني اشتغلت عليها أكتر من مرة. رح نكتب لكم عنوان الإضافة وبرضو رح نبعات لكم الرابط بتاع الإضافة في ملف وورد بحيث أنك انت دير كوبي بست عشان توصل لهذه الإضافة طبعا نجي لجوجل نكتب مثلا أنا كاتبة مشتغل عليه من قبل اللي هو الميرلين ميرلين تشات جي بي تي تشات ويدا ميرلين اسيستنت باورد باي جي بي تي فور هذا الجهاز أو هذه الإضافة جدا مهمة مهمة جدا طبعا هي إضافة رح تكون في الجوجل. بمجرد ما تضغط على الاسم رح يشيلك لجوجل أو متجر جوجل وتنزلها من متجر جوجل. نحنا خلينا لما نجي نخشه هنا طبعا عليها رح تعطيني هذه الواجهة طبعا نديل هاي إضافة مضافة عندي مضافة عندي لكن انت هنا رح تلقي عملية تتبيت تدير هنا عملية تتبيت فعلى طول تبت وما فيش هاي مشكلة وما تخافش من الفيروسات أو أي شي لأن هذه إضافة في جوجل يعني جوجل نفسها هي اللي دارة الإكستنشن هذا أو الإضافة هذه عشان تساعدك في هداة عبارة. طبعا انت عشان تدير تتبيت لو يكون عندك إيميل فعال جيميل فعال ودي ما ننصح أنا انك انت يكون عندك أكتر من إيميل جيميل فعال. وجيميل هو ببلاش يعني أفتح خمسة إيميلات أفتح ست إيميلات كل إيميل عندك اسمه وعندك الباسورد بتاعه فأفتح أكتر من إيميل تستفيد منهم في البرامج الأخرى ليعطي فيك طبعا برامج اللي هي ضروري تساجل بإيميل ويعطيك مثلا سبع أيام أو عشر أيام فري شغل حر بعد يطلب منك أنك انت تدفع مرة انت البرنامج مش رح تستخدم مواجه لكن هنا على فكرة في الكروم مش رح ينفع إيميل إنه رح تساجل بإيميل واحد ورح تدير إضافة لكروم إضافة واحدة فقط إلا إذا كان عندك جهاز آخر وعندك عليه جوجل كروم تقدر تدير عليه أو تقدر تفتع عليه مرة مرة أخرى وتستفيد من خدماته لكن هنا فقط رح يكون عندك إضافة واحدة مش رح تقدر تضيفها أكتر من مرة بمجرد ما أنت تدير تتبيت شو رح يصير عندك؟ رح يصير عندك الآتي خلينا نفتحه مثلا هنا على سبيل المثال موقع نقوله على سبيل المثال أنا أنا بنفتش علي حاجة مثلا اسمها على سبيل المثال منتكلم عن الحفر مثلا سوائل حفر الأبار النقطية سوائل حفر الأبار النقطية وهي مواعي الحفر مندير أنت بيطلع لي مجموعة روابط سم تلاحظ أنا شedi ميرلين سعطيك ملخص وكلام لكل روابط لكل روابط موجودة عن دك سين 자기 سون معي يعطيك ملخص بالكامل دعنا نجربه باللغة العربية سنكتبه هنا المواجه حفر الأبار النقطية حفر الأبار النقطية نبحث عن مواقع أو روابط لمواعي حفر الأبار النفطية نفس القصة سوف يفتح لي هنا ملخص ويكتب ليه باللغة العربية هذا الملخص لميرلين هو عبارة عن زبدة هذه الروابط بالكامل نقول لك ما معناها و ما وظيفتها نقول لك بس لما أنت تبتت ميرلين عندك في الجوجل ما نصار عندك من إضافات أو تغيرات فميرلين رح يبدأ دائما يكون معك في أي رابط تفتحها في الصفحة الخارجية قبل ما تخشع الرابط يعطيك ميرلين ملخص لهذه الروابط هذه نمبر واحد لما تجي للفيسبوك وتفتح صفحة الفيسبوك بتاعك لما تجي للفيسبوك هذه صفحتي الخاصة في الفيسبوك ما تجي تفتحها تجي على الجنب هنا تلقى ميرلين بروحها إضافة بروح تضغط عليه تفتح لك الأيقونة هي ميرلين أو يفتح لك المربح هذا هذا رح نتكلم عليه إن شاء الله ما معناه فلما تجي تفتح تطلع لك هذه الأيقونة الخاصة بميرلين ومش في الفيسبوك تقدر ديما تكون موجودة معاك ديما مستمرة معاك هذا الزرح هنقول لك شان وظيفتها مش في الفيسبوك حتى في اللينكد إن هذه صفحتي الشخصية في اللينكد إن مثلا أنا على سبيل الميتان نبي نكتب أي بوست فرضا نبي نكتب أي بوست هنا رح يفتح معاك ميرلين ميرلين يعطيك ما هو طبعا اللينكد هو مكان أو منصة لتداول للشغل لطلب الوظيفة لعرض الوظائف لعرض السيرة الداتية وإلى غير ذلك فهنا ميرلين رح يكون مناسب أو رح يكون مواتي معك أيضا نفس القصة ميرلين رح يكون موجودة معاك بمجرد ما أنت تكتب أي شي يساعدك ميرلين بمجرد ما تضغط عليه هذه يكتب لك هو ميرلين أنت الشي تتبي أنا كتب لي أنا كتب لي بوست ميرلين شوف كيف كتب لي كتب لي بوست يعني ميرلين أنا طبعا طلبت منا مثلا كومبني أبدت سنبي مثلا نبي على سبيل الميتان نقدر أن نشوف كيف عندي من خيارات أخرى شغل مثلا توظيف عمل كذا يكتب لك ميرلين على طول لي أنت تبين نص اللي أنت تبين وكيف ما أنت تحب إذن نحن بمجرد ما درنا عملية إضافة للميرلين بمجرد ما نشغلت الميرلين عندي طلاع عندي ميرلين كأيقونة لما نجي نبحث عن الروابط طلاع عندي ميرلين في الفيسبوك في صفحة الفيسبوك موجود عندي وبرضو طلاع عندي ميرلين يعني كإضافات يتساعدني في عملية الكتابة في اللينكتون هذا بشكل عام عشان ما يطولش الفيديو الفيديو الآخر رح نخشه في ميرلين ورح نكتشفه شام فيه من كنوز وجواهر تحياتي طيبة لكم محدتكم خارج الساحي